السخرية من قيادة البلاد مارسها المصري سرا لسنوات لكن ومنذ الثورة أسهم باسم يوسف في تحويل الفكاهة إلى شكل من أشكال التعبير السياسي فائق النجاح وبرنامج يوسف الأسبوعي هو أكثر البرامج التلفزيونية المصرية شعبية وفقا لكثيرين غير أن الإحباط كان نصيب من اعتقد بأن ذلك يعبر عن مرحلة جديدة في ممارسة الحريات فقد تم استدعاء باسم يوسف والتحقيق معه بعد اتهامه بأهانة الرئيس المصري وازدراء الإسلام وأفرج عنه بكفالة هؤلاء هم المحامون الذين تقدموا بأول بلاغ ضد باسم يوسف والذي أدى إلى استجوابه هم يقولون أن بلاغهم كان بدافع الحفاظ على القيم والمجتمع واستهجانا لتطرق البرامج الساخرات لموضوع الدين وهؤلاء هم عجبوا باسم يوسف يصطفون في طابور لدخول تسجيل أول حلقة من البرنامج بعد التحقيق معه يبدو أن قواعد حرية التعبير مختلفة في مصر المعلق الأمريكي الساخر جون ستيورت الذي يقول يوسف إنه استلهم برنامجه منه تناول مسألة التحقيق في برنامجه أغضب هذا تلك المجموعة من المحامين أكثر فهددت بتقديم بلاغات جديدة وتتركز الأنظار الليلة على باسم يوسف عند بث برنامجه والسلطات المصرية تدرك الآن مدى التدقيق في ممارساتها وفي أسلوب تعاملها مع هذه القضية وقضايا صحفيين وناشطين آخرين اشتركوا في القناة